نروح معاكم لنجوم أو ضيوف المجري اللي شرفونا اللي هي النخبة الكبيرة اللي احنا استضافناها من كل الألوان والأطياف سواء من الأندية والمستويات اللي انتوا شفتوها كلها ونشوف ان الضيوف دي قدت ايه على البرنامج واتكلمت ازاي بعض الناس اولاك ما هم بيجاملوا بالصفة عبد الشعوب والصديق والله العظيم ثلاثة أبداً ما بتكلمش مع عد فيهم إلا في الإطار اللي موجود قدامي أقول لنا ملتزم بيه من فريق الإعداد وما أقول لهمش يقولوا كذا ولا أعملوا كذا بسيب كل واحد يطلع كل اللي جواه تعالوا نشوفهم هم قالوا ايه ونرجع لحضراتكم مرة تانية يوم 1 ديسمبر 88 كان دي ليه ذكرى معاك جامدة قوي ايه هي الذكرى دي لا ده طبعا ده مباراة اعتزال الكابتن طبعا ده يوم تاريخي أولاً كابتن إبراهيم عبدالصمد ربنا بقى يمسيب الخير وربنا يسامحه كان عندنا بعد مباراة الكابتن الخطيب دي بيومين مباراة الزمالك النهاي الدولي فقال لي يوم مباراة اعتزال الخطيب عندنا تمرين جمي جداً تمرينة لو حضرتك تفكر اسمها قاتلة الرجال عريفة دي بقى اللي هي من التمنتاشر وترجع والجنت وترجع ونص الملعب ده تمرين تحمل فقولت له يا كابتن ده أنا النهاردة رايح هنزل بدل الكابتن الخطيب ماتش اعتزاله ارحمني بنا ارقامك قال لي معاديمش كان ماتش فاني بس هو عاوزك للماتش بتاعك رابع عليك إحنا عندنا الزمالك بعد بكرة هتتمرن الثلاث ساعة ركبت الاوتوبيس مع الفرقة الكبيرة اللي هي رايح الماتش بس ميت من التعب متمرن من الساعة بش عارف اتناشر للساعة ثلاثة وبعدين رحت اتغديت وكان ماتش الكابتن الخطيب بالليل كان على الساعة ستة سبعة ساعة ستة فروحت اللي استاد بقى مش شايف لدرجة ان انا قعدت كده قعدت كنمت يعني غفلت شوية وانا قاعد من كتر التعب وبعد كده حتى لو تجيب الصورة مع الكابتن الخطيب الكابتن الخطيب هو اتغلنا الصورة يا شباب قال لي يا ابن مين اللي بيعطزل انا ولا انت كنت عمال جدا قال لي يا بالشنب مش قادر افتع عيني عمزة المدرس العربي وانت اول وهلة كده داخل فيها النادي الاهلي حسيت بايه؟ حسيت ان انا داخل قلعة من قلعة مصر الرياضيين وانت في الناشئين ما كنت بتشوف النجوم الكبيرة دي؟ كنت بشوفكو طبعا احنا كنا متفرج عليكو اكد كان احساسك ايه يا خلو انت متفرج عليكو دي؟ اه انت بينك وبينك وبين نفسك كده يا طرع انا ابقى في يوم الايام زي صفة عبدالحديم راح اطبع عليه زي محسن صالح زي طهر الشيخ زي جمال عبدالعظيم زي وزي 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 يعني مش عشان ما انساش حد بس ايه انت فكرت في الكلام ده؟ طبعا فكرت انا كنت بعد انا قلت ده مستحال العب هلعب فين؟ هلعب 18 سنة وكان نص الملعب النادي الاهلي كل لعيب فيهم بفرقة طبعا يعني كابت صفة الله يرحمه بفرقة كابتن حسن لك حان اخذنا القرار خلاص بسيد عبدالحبيز يبقى مدير الكورة اول حاجة ازاي انا ننجح ازاي انا ننجح هل قالولك انت اقول لنا بتفكر في جه؟ عشان تنجح اه لازم تعمل حاجتين ثلاثة واحد ان انت في الاول تحط لنفسك طريق كده عايز تمشي عليها نعم اتنين يبقى بينك وبين اللي قدامك مساحات مساحات حلوة يعني مساحات في التعامل مساحات هل بالك اللي بيساعدك على المساحات؟ نظام النادي نظام النادي طبعا نظام النادي كله اه طبعا معندي شك لحات التأخير ولا حات الغيابات مش هتبقى موجودة اصلا حلو ده لو فيه او المدير الكرة مثلا او المدير الفني ما جايش لمدة اسبوع مش هتلاقي العب يتأخر اصلا اكيد ده موجودة موجودة لكن كان فيه شوات حاجات في الفترة دي تزيد صعوبة مش تزهلك واحد ان انت عندك ناس انت كنت بتلعب معهم من ثلاث سنين او اربع سنين هتتعامل معهم ازاي هتتعامل معهم ازاي اه اثنين فيه ناس اكبر منك في السن اصلا هتتعامل معهم ازاي برضا تمام مقارنة باسمك في الكرة تبقى اعلى كويس اوكي فانت المفروض الليدر اللي عليهم او القائد بتاحهم او اللي انت اللي اعلى في الموزيشن هم فهتتعامل معهم ازاي اوكي وصلت الحاجة في منتهى الاهمية كل واحد له خطر محمد يوسف رجع مرة تانية مساعد المدرب او مدرب عام مش مدير فني بعض الناس تقولك احنا طالما اشتغلنا مدير فني خلاص مقداش يرجع على مساعد ولا امسك فريق اقلي من ان انا كنت ماسكوا انت اخدت القرار ده ازاي بص طبعا الكلام اللي حاجة بتقوله مزبوط تماما ودي يمكن حاجة من المقربين اللي هي الناس اللي هم اصدقاء ليا او حد ناس مقربين اللي هي كانوا مش عاجبهم القرار ده لكن انا خدت القرار عشان انا بديم بالفضل للنادي الاهلي والنادي الاهلي نادي صاحب خير علي من وانا بلعب وانا مدرب علينا كلنا مش عليك انت بس اه فاللي انا عايز اقوله ان النهاردة لما يطلب مني يبقى موجود رقم اتنين واتولى مسؤولية قائم بعمال مدير الكورة اتولى حيطة ادارة الكورة فكان لازم ان انا اقبل هذا العرض وفي نفس الوقت كمان اقدم للنادي الاهلي اللي اقدر اقدمه في اي مكان هو محتاجني فيه الكلام ده طبعا كلام مش عايز اقول ان هو كلام عشان بس محتش بيتفرج بيقولك اقام الحمدوس بيقول كلام لا 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 الحمد لله يمكن انا من الناس اللي عبروا عن اخلاصهم للنادي الاهلي فعليا وليس بالكلام لان كلنا عارفين كواس اوي ان في ناس اتكلمت كتير لكن الحمد لله لما زي ما انت بتقول كده خطوة ان انا ارجع من مدير فني في مكان انا حقاتي فيه الحمد لله نجاح ويتطلب مني بتابني من ابناء النادي الاهلي فانا بربع عليها هي الحتة اللي انا حدق بتقولها دي انا دخلت بيها بفكر ان انا ابني من ابناء النادي الاهلي اتطلب مني اي مكان انا موجود فيه قبل اول مباراة في الدوري العام ٣٣٤٤ كانت بين الاسماعيلي والزمالك في الاسماعيلي نعم وانا محطوط في الاسكور وهلعب تاني يوم قبلها بالزبط بيوم النادي اهلي كلمي مين اللي كلمك الكابتن زيزو ايه اللي قلت للاسماعيلي ايه؟ يوم المعسكر بالليل يا كابتن مصطفى بيقفله علينا من بره اه عشان ما حكيش ايه عشان تعرف الشيء اللي هيعمل ممكن يروح هنا وهينا وهينا اه خبطت على الباب جبار رد علي بقى اه اه مين هناك؟ خبط اه يا عم حمود الله يرحمه بقى عم حمود بقى يا عم حمود يا كابتن ممنوع يا كابتن اه طب افتحلي اتكلم معك بس اه ففتح طلو بص يا عم حمود انا بطني منفوخة ملعشة ومش قادرة تنفس وحاسن تعبان جدا هنزل هتمشة في الملعب اه يا كابتن ممنوع قلت له اه بقى رح على المحطة اه عيش عربية رح على المحطة عشان محدش تشوفني برضو مما اسكر وتاني يوم مطش ازا بالك اه وانا وش اتعرف بقى هناك في الاسمالية ايه رحت على المحطة وخدت فيجو ورجعت مصر انا واحنا بنتكلم كده قدامنا ماتش المقاولين العرب امت لما لعبت في المقاولين العرب محستتش انه في فدء بين النادي الاهل ومقاولين العرب شوف يا كابتن السؤال ده انا بكوة يعني لو في احرج لك باتن لا يا كابتن ده اولا اه النادي الاهلي مؤسسة مؤسسة اه يعني تربوية ورياضية واجتماعية وا 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 انما اللي 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 انا اشهد للمقاولين العرب بيه ان انا لما اتنقلت رحت لاخواتي يعني ما حستش بالغربة مم ودي يمكن برضو واتربيت على القيام وعلى كل حاجة وهم برضو احتضنوني وما حسسونيش ان انا غريب ليه يا كابتن برضو اه لان نادي المقاولين العرب كان بيتطعم بكل النادي ايوه ما هوش نادي مستقل بذاته وهو كان لسه ناشئ برضو اه وبيجيلوا لعيبة من هنا ومن هنا ومن هنا اه فما حدش حسس ان هو غريب نعم اه فيه يعني دي يمكن فرقت معاه من ناحية نفسية شوية ان انا محستش بغربة في المقاولين العرب انما كفرق طبعا لا المقاولين العرب كبداية في اواخر السابقنات غير النادي الاهل اللي التاريخي كبير التاريخي كبير انما محستش ان انا يعني نفسيا ان انا لقد بدلت من حل لحل لا انا يعني اخواتي برضو كانوا في المقاولين العرب واحتضنوني وحتضنوني طب انت مفكرتش War a Ta recess تلعب في اي انادي تاني وقولت لا عاوز اختم في النادي اللي هو اللي بفضلة علي اتعرض علي في السعودية اكرامي اللي اتصل بايا كان مدرب اكرامي الاتحاد اكرامي و Standard اكرامي كان فالوحدة اتصل بايا كان المدرب الفرنسي وعاعدك انت بالاسم والطولوا يعني بهذهب بح Δي العايق أهروح شكراً أكزلت يا كابتن مع رقش مبساعة جداً يا كابتن بعد النادي الاهلي أهروح فيه معد النادي اراج Platins وانت مروح باليعتك في الزأزي إن أنت فكرت فيه لما أما الناس قالت لك إيه ده نادي الأهلي عاوز ياخدك نادي الأهلي إن أنت فكرت فيه لأ حسيت أن أنا ده كان حلم كابتن ونفسي نفسي أخده الخطوة دي إن أنت استفدت من نادي الأهلي استفدت حاجات كتير مجرد أول حاجة ارتباط اسمي من يتقال لعب الأهلي السابق ده شرف كبير رجلية يعني أنا أما الناس تشوفني في الشارع حتى وتقول سيد معاود لعب الأهلي ده دي الوحدة شرف كبير النقطة التانية إن أنت تعلمت حاجات كتير جدا في حياتك عامة إن أنت عندك هدف من أول يوم إن أنت عاوز توصله آه يعني حتة البطولات جوه الأهلي دي يعني إن أنت ما عندكش تشبع أو إن أنت مرحلة وتعدي إن أنت بتجدد الطموح كل يوم يعني إحنا وصلنا خبتين في مرحلة إن أنت بتاخد بطولة أفريقيا بتروح تنام ترجع تاني يوم على التمرين عادي يعني الموضوع بقى طبيعي إزاي لا؟ آه يعني آه يعني الأهلي عودك إن البطولات ده الطبيعي إن أنت تاخد بطولات إن بقى الجيل اللعيب اللي أنت تأثرت به من الدرجة الأولى قلت نفسي بقى زيه أو بقى زيه هلعب بردت في المكان ده كابت ربيع سين طبعا ربيع آه كابت ربيع كان نعم حصلش ده ربيع بسم الله ما شاء الله يعني كابت ربيع سين مهاجم المعاصر اللي المدر بكل شيء آه بالزبط كان كابت ربيع حاجة مميزة كتا وراء كنا بناء تفرج عليهم وتفرج على كورة كنتوا لعيبة جامدة جدا يعني إحنا كنا بنتفرج كنا بنتفرج كنت عيبة جامدة جامدة كابتن خطيب كابتن مصطفى كابتن حتى كابتن إكرامي كان جون موهوب بشكله حلو حتى هو بيصدوا كورة يعني فيه ناس كتير بتصدوا كورة وشكلها عادي لأ ده شكل الجمالي بتاعه شكل الجمالي حاجة ستايل وتكريك ما حصلش كابتن ربوزيت آه يعني كابتن مختار لا فيه ناس كتير جدا كابتن عليها ميهوب يا سلام آه يا سلام عليها كان فيه حاجات كده تقعد تفرج عليهم وانت قعد مفصوط ازهقش كان سينك كم سنة ساعتها كان ترتبع عندي 13 و 14 سنة كده كان لسه جسمك قليل قوي كنت باعي برأس حربة كابتن كمان راس حرب ازاي انا الجنب بتاعك كان طيارة جنب ايه جنب ايه كان طيارة كابتن الجنب بتاعك كان طيارة يعني كنت مهار يا كابتن برأس وكده واشوط وبتاع والمؤسسة للفرقة كان بالنسبالي يعني علاقات دي فكانوا بدوني الكورانة انا بس لاني وانا اللي بتدني انت عنطر بشكل انا اه فريت شاوي بتاع الفرقة اه فكان موجود المرحوم كابتن صلح السيين وكابتن الله والسلامة اه طبعا ربنا يديلو الصحة والعاب يديلو الصحة والعاب فوانا معادي كده خلصنا الماتش عاملت الماتش عالمي ام يعني لاب علي اربع سردبكات كان من ضمنهم على العاب صادق و عمانتوا في الماتش ده كسبونا واحد صفر او تعديمنا صفر صفر حاجة كده بس انا كنت ايه يعني اللي موجود في فرقيتين حاسس بقى ان انا كويس وانا كابتن بأنور وانا معادي قال لي تاسمك ايه وقتول اسم البدر وقال لي سرعك النادي الاهلي قلتول يا ريتا كده راضي عم مشهورك التدريبي جدا طب مشهوري التدريبي افضل بكتير من انا كنت لعب يعني ام لان انا يعني التدريب اه يكفي ان في تاريخي اه تلتاشر سنة في النادي الاهلي وعشر سنين في اخطاع ناشئة تعلمت ايه من النادي الاهلي لا ده عايزة تلات ايام لا قول منهم يوم قول منهم يوم اولا انا بقيت عندي هواية غريبة جدا اللي هي اللي هي انكار الزات ام يعني انت لما تقعد تتكلم معايا كده وتقل مني وتعمل عليها فاللوت والاستاذ وبتاع وانا ما اديقش اه ابقى مرتاح جدا يعني كأنك بتدربني ان انا انكر ذاتي ام اه لاني بقابلها كتير ده ده اه اللي علمك دي اعلمني ان انا الكبير اه متفرقش معاه اي حاجات اوه يعني هو كبير انت هتدقي ليه لما لما حد يبقى يتصنع انه كبير اوه لكن انت واحد ان انت كبير في فرق ان يتصنع عنه كبير وفي فرق ان الكبير كبير كبير بقى اخلاقه وعمل وكلام ده انا احيانا كتير جدا مدربين بقى سعيدها مثلا وقى في جنبها وبقى وكده ويطلعه في التلفزيونات يقوله استاذي ومعلمني وما يش عارف ايه بعد شويه يحصل ورمان اوه يورم شوي انا فبقى يخش بقى في الحتة بتاعتي اه تاني سنة 2006 انا اخدت قرار ان انا اروح لمنور جزيه تروح لمنور جزيه اروح تلو اجلتل للنادي بقى بس وخلي بالك انا تلامت كتير جدا بالله عبدالرحية انك ليه تروح ل ليه انت مدرب في الدورة الممتاز وتروح لمدرب فطبعا كان ردي بالنسبالي ردي صريح اه ولتوله انا سنة اولى الراجل ده يفرق عني يفرق عني 25 سنة خبر التدريب فاكر السور دي طبعا اه يفرق عني 25 سنة تدريب عمر تاني عمر تاني اه طبعا يعني فكر اوروبي واحنا كنا زمان بنروح للدورات في المدرسة الاوروبية كانش بيدين كل حاجة بالضبط اه وده الراجل موجود هنا كان الطب على افريقيا افضل مدرب على افريقيا عشر سنين الاهلي مكسر الدنيا مكسر الدنيا وعلى قيمة الكرة الافريقية والمصرية ومانو الجزيه عامل حالة كبيرة جدا جدا انا حبيت اقرب من فكره continue ليه الراجل ده بي حاقيوا النتائج دي مع نادي الاهل هل ممكن إمكانيات النادي الأهلي هل ممكن إمكانيات النادي الأهلي هي اللي ممكن إمكانيات النادي الأهلي هي اللي عام للراجل ده وللراجل ده فيه هارموني بينه وبين النادي الأهلي وبين اللعبين جيل كبير جدا بركات وابوتريكا يعني جيل إزاي تتسيطر عليها إزاي بفيه بينك وبين الاصطف بتاعك الهارموني تقدر تقود قرعة زي النادي الأهلي إيه حكايتك مع النادي الأهلي الناس اللي بتقول لك تشجر فتح أهلاون وتعصب قوي ايه القصة دي او ايه الكلام ده هي القصة مش قصة تعصب انت بتنتمي النادي الترسانة وبتحب انا بنتمي النادي الترسانة هو النادي الاوحد اللي انا بنتمي له لكن اما مكان يقدر يقدر موهبتك و يقيمك التقييم المناسب زي نادي كبير زي النادي الاهلي فشيء طبيعي لازم تبدله نفس الشعور ونفس التقدير وان كان النادي الاهلي هو القيمة الكبيرة يعني انه هو مثلا في مرة يستعين بشاكر عبد الفتاح مع المرحوم الكابتن شازلي عشان نلعب معهم مباراة من اكبر المباريات من علاج يوارسو كان بطل اوروبا والفرقة بتاعة ليجي وارسو دي اللي هي كانت تعتبر منتخب بولندا لان كان زارماخ ولاتو ولاتو وداينا اللي هو كان مات في حدسة ده كان من احسن لعيبت خط النص ولاتو ويعني كانت دي قوام المنتخب البولندي اللي هو خط تالت العالم سنة 74 في كاس العالم كانت دي الفرقة لما جينا لعبنا هنا طبعا جون بيلعب النادي الاهلي هنا وان النادي الاهلي يستعين بيا طبعا ده شرف انت لعبت الدرجة الاولى كم سنة في النادي الاهلي انا لعبت حوالي سنتين سنتين وشوية ونصف اقتي فيهم كم بطولة دوري وكاس وكان فيه اسمه الافرو اسيوي كان فيه بطولة اسمها الافرو اسيوي كل نادي كانت اعتقد فيه اليابان حققت تقريبا ثلاث او اربع بطولات اربع بطولات انت راضي عم مشوارك في النادي الاهلي اكيد اكيد يعني انا انا فخور طبعا ان انا من واحد يتربى جوه جدران النادي الاهلي وانا عندي عشر سنة او حداشر سنة اناس كتير قالت ان انا ملعبتش كتير في النادي الاهلي لكن اللي انا خدت تعلمتوا تعلمتوا في النادي الاهلي سواء على من نواحل الفنية أو من ترتيب شخصية البن آدم نفسه ده شيء أنا بابتخر به دايما ودايما النادي الأهلي بيتي ودايما فخور في وقت من الأوقات أني دايما في كل نادي بروحه يقول لك ده قادم من النادي الأهلي يعني أنا فاكر مباراة كنا بنلاعب مثلا في فريق نيو شاتر كنا بنلاعب فريق كبير زي ريال مدريد وكان أنا فاكر موزيق كان بيتكلم على هاني رامزي اللي جاي من مصر من النادي اللي اسمه النادي الأهلي وكان لعب كاس عالم فدايما اسم النادي الأهلي مذكور في كل المحطات دايما كبير يا أهلي طبعا دايما كبير يا أهلي طبعا وإحنا رايحين أي دولة كان يقول لنا كان معنا بندير كورة شاتر قوي جمال عقاد آه كابتن جمال عقاد رب نديره الصحة والعافية أوي يا كابتن كان يقول لنا إيه وإحنا رايحين المطار كان ياخدونا على أوروبا نعمل ترانزيت ناخد يوم ومن أوروبا رايحين أفريقيا مش زايلكت على أفريقيا لا 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 الأهلي كان بيروح أفريقيا والزاملك كان بيروح أفريقيا على طول إحنا كنا نروح أوروبا أوروبا عشان نتابع بلجيكا بتاخدو يعني ريس بتاخدو وقت لا دا ليها معنى لا ليها معنى ليها معنى إيه هو معنى بتاعي إحنا كنا بنروح قابليها نقعد يوم نشوف بقى أوروبا كب بلجيكا فرنسا إنجلترا ألمانيا اليونان من أي حاجة يقول لك اه ها ها هلو شوف وديتكو فين شوف وديتكو فين يوم ها هنروح نوديكو أفريقيا بقى بس تكسابو ها لو كسابتو هنرجعكو تاني free yumin شوف الدافع بيديك حافز ها بيديك حافز دافع نفسي يا كبت ها طبعا وهنديكو بوكت مانيو بتاعه عجزة كده نروح نموت نفسنا في أفريقيا ها عشان عايزين نروح أوروبا ها وهنشتري بقى وهنعملوا بتاعوا الكلام ده فأيه لا وكان الناس عاملين ميزانيات ضخمة للنادي عشان كده وصلنا حز مصر ان جات أشخاص تربصوا بالقرى المصرية واستحوذوا عليها أشخاص بعينها أشخاص مصرية مصرية موجودة مس كل اتحاد ربطوه أنشاؤوا فيه فساد غير عادي وفساد مش وقتي لا ده مؤسس لدرجة انه عملوا أجيال تلاقي دلوقتي كله تكتلات هم أول ناس بدأوا بالفكر التكتلات انك تتكتل وما تخليش حد يدخل هتطرز هم بيعرفوا جوبه الصوت كويس من الأندية ما هو ده من الجمعية العمومية لا جمعية العمومية بتاعت الكفتة وكباب والكلام ده كابتن أنا دلوقتي نادي الأهلي أو نادي الزمالك مش هتكلم عن نادي الأهلي بس دولا من ناديين كبار أكبر أمديا في أفرق نعم جايم بهم نادي بتربيزة بنج عامل نادي واحد لابس جلبية أنا مش بكترق على أياه لا 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 ما هدير لي حقيقة ده صوت صوته زي الأهلي وزي الزمالك ده زي الزي الأهلي والزمالك ايه حكايتك مع نادي الأهلي كل ما تلعب قدام نادي الأهلي لانا تجيب جهول وكان جهول يقول لك الجانب ده لا لا حقول لك حاجة لا والله احنا كان بيزعلين ايه أهلي وزمالك بس وقلومبي 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 واسمعيلي لا 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 قليل لكن الأساسي أهلي وزمالك وقلومبي وقلومبي طيب انت عايز تحفظ تبقى نايم بقى في الدورة لحد ما هتلعب بحفظ مستني ما تشوكو مواماتش السنة بالزبط ماتشين بقى اه ماتشين وبعدين انت لو انت لو بتعرف تطير طير طبعا فانت بتلعب أقوى فرق في مصر لو انت كويس حتبان وحتقدر مش عاوزة كلام فدير سالة بتقولها برضك ان احنا برضك اه طبعا طبعا يزائد ان فيه توفيق من عند رب فاكر اول يوم دخلت في النادي علي طبعا فاكره اه شفت ايه وانت داخل اول من اول لحظة دخلت من باب المعلمين لا الاوبرا الاوبرا ما هو ده انا عب مستشفى المعلمين اللي هو اه الخلفي اللي ورا اللي ورا اه دخلت على الاوضة مباشرة قطت اللبس كان مين معاك كنت انا والاستاذ اسامة ودخلنا للمهندس عدلي جوه كان مكتبه جنب ثابت في الظاهر كده ايوة اه واخدني المنس عدلي ودخلنا للكابتن الله رحمه ثابت البطل في المكتب بتاعه اللي هي اول ما تخش القدر قديمة القديمة القديمة اللي هو على الشمال اه ودخلت المكتب والتقيد باول تلاتة استقبلوني اعماد نحاس انا انا اسف بركات واعماد اه البركات جيه كان موجود في النادي الاهلي اه اه كان موجود وعماد النحاس كان جيه قالوا عليه صفقة فشلة وعماد قالك ده مش عارف ايه ومين تاني وخالت بيبو وخالت بيبو اه لما شفتهم افتكرت الاسماعيلية وافتكرت الاه افتكرت الاهلي افتكرت الاسماعيلية طبعا اه ماشي بس افتكرت لعبتوا مع بعضي كمان في الإسماعيلية لعبتوا مع بعضي في الإسماعيلية ومنتخب أنا وبركاتي يعني عشرة عمر طويلة جداً فمن 14 سنة وإحنا بنلعب مع بعض من تحت 14 سنة يعني فافتكرت أكامت إن إحنا المجموعة دي كان لها حلم ويمكن أنا أول مرة حقوله يعني المجموعة دي كان لها حلم إن إحنا نلعب في النادي بحلم إنت شايف إن وجهة نظرك المواهب ليه قلت في مصر مش عايز أقولي الملاعب المدارس يعني كان دايماً الولد بيطلع أساسه من المدرسة المدرسة اللي هي بتاعته بتاع التعليم يعني كل مدرسة فيها ملعب فيها الحشب كبير آه فكانوا بيلعبهم فكان المواهب بيبتنظر من هنا زائت إن في حاجة مهمة جداً إن إنت النهاردة إن كنا شفتها في ألمانيا في الدورة محتها إن هم بيجيبوا مثلاً مدرسة فيها مثلاً 300 ولد طالب بيجيبوهم يعملوا إيه يا ريت داي يطبق نصر نعم إنت النهاردة على فكرة هتريح أولاء المور كل ولي أمر جاي بابنه يا كورة يا الولد يقعد في البيت طب ليه أنا أجيب بجيب 300 ولد إنت تحب تلعب إيه كذا أشوفه فيها تحب تلعب كذا كورة إنت عايز تلعب كورة ما ينفعش كورة طب ما شوفك في سباحة طب ما شوفك في كورة طايرة في كورة يد دي لو طبقنا كده هيطلع النجوم في كل اللعب مش في كورة بس قبل ليه إحنا ما خصص محافظات دي محافظة في كورة قدم دي في اللعب قوة دا المفروض دا المفروض وحتى القصة بتاعت 2008 ديت أنا شفت أنا كنت فيها بتاعة كابيتاني وكان فيه لعبة كويسة بأمانة زر لعبة كويسة أو مهمش في عندية خالص بس لعبة كويسة أنت شايف الكورة الوقت إزاي في مصر أنا يعني ما بستمتعش بالكورة دلوقتي خالص والله ما بستمتع مين دا ومين دا ومين دا ومين دا ومت اللعب زي طلق لا 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 أنتم يا مصطفى كان ليكم كاريزمة خاصة وقمتم كلكم نجوم يعني عد كده فريق الآهل كنت بتلعب مع مين ومين قول لي كده ألا مع الخطيب وزيزو وطهر الشيخ وحسن حملي بس بس خلال طاقة في الوقت إده كان مين بيلعب في زمالك حسن شحتفر الله 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 في حب كان فيه ترسانة مصطفى رياضوف كان فيه شغلة يعيب مصعد نور بورسعيد شيحة اسكندرية لا لا كان انت فيه نجوم كتيرا هل دي كان بتسهلك في التعليق على المباراة؟ طبعا كان بيزديني أنا دافع أني أنا أقول كلام أه وأقول كلام يعني مش عايزة يعني أطنف في نفسي وأقول لا كنتم أقول كلام حلو لأنهم كانوا حلوين نعم ويستهلوا الكلام اللي كنتم أقوله عنه نعم يستهلوا الكلام اللي كنتم أقوله عنه أنا كنت بستمتع بلعبوه إنت لايه اخترت التدريب عنه ما اخترتش التدريب أه أنا كان ليه هدف تاني خالي خارص غير الي إنت قلتهم ا compassionate كلهم هدف تاني أنا كنتم أمنيت الحياة اللي أنا أشتغل بالمخابرات في المخابرات إلى فقط الاذا انت مش penguinش في مخابرات كنتي خلصت عليك كنت automate والله و الأعزيب أبي أضحك أنا كان أمنيت حياة اللي أنا اشتغل في سلك المخابرات كنت أحب جدا كنت ملعب كورة روش معروفة كنت نجم لا انا ما بتكلمش على الجزئية دي اقولك اقولك مين اللي منعني اللي قال لي لأ المشير أبو غزالة الله أرحمه الله يرحمه ويعسن إليه ايه بس انت كنت عديد بقى الكلام اللي كنت ده في أمنيتك في الأول لا 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 او ما بطلت لعبة او بطلت لعبة او بطلت لعبة قلت الدولة تقولوا انا خلصت خلاص وانا جاه وخدني وقعدنا مع المشير أبو غزالة وقال لي لأ السيد المشير قال لك لا ما ينفعش اه لقى لي نظرة طبعا اه لقى لي نظرة وممكن كنت تتصرب كل أخبار مصر كلها بره مصر لا لا انا بطلت لأ هل حلمت في يوم الأيام ان انا ممكن كنت تفرق طبعا على التلفزيون على الماتشات والكلامنا كله انت كنت من صغرك أهلاوي ولا زملكاوي ولا بتشجع ايه لا أهلاوي بالرغم هو كان زملكاوي بس انا حبيت الأهل كنت بتعاند أبوك؟ لا أبدا والله ايه طعم متععرفش بقى الأسباب ايه اه انا حبيت النادي الآدي هو أحيانا كابتن النتائج أحيانا بعض اللاعبين يعني انت حضرتك الجيل بتاع حضرتك ده موجود حضرتك مثلا انا على سبيل المسال الكابتن الخطيب وكابتن سابت وكابتن اكرامي مش عايزين ننسى حد برضه أسرته وأكيد زودته من شعبية النادي الآدي حتى انا مجبرت دلوقتي انا اللي خلينا احبي مثلا برشلونة مثلا تابعه كان ميس حبيت ميسي ومن خليل اللاعب ويشبه النجم الكبير ده هو بيزود شعبية النادي مش معني قلت ميسي 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 محمد صلاح ليه ومحمد صلاح في الفربول طبعا طبعا أولا بشكر النجوم على الكلام بتاعهم الجميل اللي قالوا هنة والرسال بتاعتهم اللي قالوا هنة وطبعا ربنا يديكم الصحة والعافية ونشوفكم يا رب في أحسن صحة وأحسن حال تبقى سنة سعيدة عليكم وعلى أساركم كلها ونتقابل كمان وكمان إن شاء الله عشان نسعد بيكم جماهير الكرة المصرية وجمالين النادي الأهل ترجمة نانسي قنقر